كابتن شريف عبد النعم ألف مبروك فوز وتصدر مستحق الجدول الترتيف ألف مبروك اعتلاء القمة إن شاء الله تفضل على طول بإذن الله يا رب ودروس مستفادة من المباراة اليوم بالنسبة للجميع كلنا كنا نطالب بسرعة تغييرات في الشوت الثاني ولكن رؤية المدير الفني أنه أبكع على اللاعبين زي ما هم وحاولوا أن يكون له موجود في الشوت الثاني ببعض الهدوء شوية في تنفيذ الهجمات ويمكن الهجمة الوحيدة اللعيبة حصل فيها حالة رؤية وحالة تحرك وعرضية أول عرضية نشوفها في المباراة سليمة وأول حاجة يعملها أحمد عبدالقادر في المطش كويسة ويأخذ خطواتين قدامه ويعملها برأسه جوا الجول هذه كانت من ثابت عودتك للمباراة اللي هي كانت بالنسبة لك صعبة جدا وأنت اللي صعبتها على نفسك أنت اللي صعبتها نفسك في الهدف الأولاني أنت اللي صعبتها على نفسك في دخولك للمباراة يعني متأخر جدا وبتفكير بعيد خالص عن أنك أنت فاكر أنك هتكسب في أي وقت ومفيش حاجة في الكرة كده دروس مستفادة في العالم كله دلوقتي بنصفرج عليها مفيش فرقة هي الأقوى أوليها السطو أوليها التقدم أوليها أي حاجة إلا في الملعب بس هو ممكن يكون حد من البداية عنده التفكير ده كابتن؟ لا أنا عايز أقولك على حاجة التفكير إيه؟ أنك أنت هتكسب في أي وقت؟ لا أما في الأداء واضح أداء بضيئ جدا التفكير مش واضح أنا هعمل صغرة منين؟ أي جملة أنا لو ما بلعب إحنا ثلاثة بنلعب في ناحية واحدة إحنا اللي بنبتكر بنبتكر الهجمة إحنا اللي بنبتكر الخطورة إحنا اللي بنستخدم إمكانيات ناحنا الفردية اللي عندنا زي أي العيد بيعرف يعدي من واحد أو اثنين بيعمل صغرة في الفريق اللي قدامه التفكير السريع اللي هو يوصلني ويوصل فرقتي لعرضية سليمة قدر رحلز منها اللي هو حصل الشرط الثاني ما هو أكرم توفيق عمل واحدة لمحمد شريف اللي تحرك يمكن استقباله لها كان سريع شوية استقباله كان أعلى من أو أسرع من الكورة كمان يعني كان لازم يبقى هادي عليها وممكن يوقفها وشوتها إنما أنت بتتحرك بتصنع هجمات لك بتصنع خطورة الحالة دي بتعمل ليه للمنافس المنافس اللي أنت كنت في أي كونتر أتاك رايح عليك خلاص بيقف بيقف عايز يحتفظ إن شاء الله بنقطة بعد الهدف اللي دخل فيك عن طريق الديفندر بتاع فرق الطلاع الجيش أو حارس المرمى اللي تعامل معاها متأخر جدا وكرة راحت فيه هدفه وداني وداني ضربة الجزائي التانية ضربة الجزائي التانية برضو روح روح إنك إنت تخش وتاخد الكرة وتبقى موجود ومدوغر بسات سبعة لعيبة جوا الـ 18 إذن أنت عايز تكتب عندك الرغبة الرغبة دي مكتش موجودة أو رشعوت الرغبة دي كانت مفقودة أعتقد إن المدير فني كمان المهاردة عرف قيمة محمد مجدي أفشا كأصنع ألعاب في وسط الملعب وكأتمب وكأقاع وكرجل ينفذ استلام الكرة ويوديها الناحية التانية في أي شيء يعني هتلاقي يعني مثلا عشرين كرة محمد مجد أفشا تسعة عشر سلام فدي نظرية لازم الجهاز الفان ياخد باله منها عايز يلاعب سافيو يلاعب مجد أفشا وهو انت صعب الاثنين يلعبوا كويس إنما في عندك انت مكاومات تيم تبتدي به الحداشر لعب ده يخلص الحكاية في الأول عندك عندك طهر محمد طهر اللي هو في ناحية الشمال وكريم فهد داعي تلمين وقفشا في النص ومحمد شريف أو شادي حسين موجود في رأس الحرب كده بقى فيتك كوين عندك أكرم توفيق باله فترة ما بيلعبش وخارج من إصابة وراجع يمكن النهاردة الشكل مش مضبوط أو بالنسبة له اندماجه في المباراة ضغوطة ضغوط المباراة تأخروا الآلي بهدف حصل له حالة متفاوتة شوية في الملعب لكن قدر في العشر دهائر الأخرانين يكون ليه وجود ويعمل عرضياتهم اللي هو الطريقة العادية بتاعته أي لعيب بيصاب أو أي حالة النهاردة هنقول كده أي لعيب بيصاب وبيرجع للملعب بعد كده بيبقى له وقت لا يوجد فرميته وإحساسه بوجوده في المكان اللي بيلعب فيه صحيح إحنا اللي كنا بننفذ أي قلق لنا وهقولك على كورة اللي هي دخلت فينا جول زي أانورامو بتاع التونس دي بأيده الرجل بدرعه إحنا برضو اللي عملنا المشكلة دي مش هما اللي عملوا فينا المشكلة المشكلة من الأول خلص تطلع عاوت من ورا خالص من ناحية الوينجليفت عندنا الكرة دي تخلص من هناك الكرة دي وصلت لغاية هناك وحصلت مراوغة ودخول وعرضية ده ما ينفعش ما ينفعش زي الكرة اللي حصلت مراوغة فيها وراجل راح وشاطها وبعد الجل جبناها وصدها حمد شناوي ففي حاجات لازم شخصية اللعب النادي العالي تبقى موجودة احنا زمان كنا بممسك الكرة لينا تقل في الكرة او النادي العالي اللي ممسك الكرة لن يبقى له تقل ازاي يباصي واللعاب التاني يستلم وبقى عنده ثقة في نفسه وبيباصي ازاي يعدي من واحد ازاي يشوف رؤية الملعب كلها مش على طول حنفضل نقول عمر سلية بعيد عبدالقادر بيمسك الكرة كتير ما فيش كلام ده كلام ده لازم يتغير كله وده الحوار اللي لازم يبقى موجود يعني وده معلش انا بتكلم كده لانه ده التقصير اللي احنا شايفينه او احنا ليه اول طايم مش كويسين ليه ليه متأخرين لان فيه حاجات لازم تتغير في المفاهيم لازم نبقى احنا عندنا مفاتيح ازاي اما نلعب معاي فرقة احنا اللي بنرجح علينا واحنا اللي بنجيبها علينا والفرقة مش عادة منينا حاجة ده احنا الاخطاء عندنا ده الباص الغلط عندنا هو اللي بنعمل كونتر اتاج علينا فانا ببارك للعيبة النهاردة ويريت النهاردة يكون درس لنا كلنا ان ما احصلش كده في اي مباراة بعد كده اديك شوف لما بتتأخر تبقى الضغوط عليك عمنا ازاي ومش كل مرة بتسلم الجر وحصلت قبل كده في الدورة السنة اللي فاتت مهما كانت الظروف ضدنا مهما كانت الاسباب لكن احنا برضو بايدنا احنا بنحور اي دفة زي ما انا قلتلك مهما بروك وقبل ما تشتغيب اي دفة زي ما